ها أسلم ومرحبا بكم على قناتنا الأخبارية الحياة لا فيك كيفما تعودوا في كل يوم معنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة بموضوع اليوم بيش نحكيه فيه على الخطرات ديهم على رئيس الحكومة هيشي من مشيشي اللي أسبحوا طالبه توا بإيقالته أو تقدم في العمل قالوا إنه المدى متاعه طالد برشا وهو يشمل حقائب اقتصادية كبرى وهمة جدا كما تعرفوا براسك الوزراء اللي كل عنده هو والوزارات اللي قاعدة تسير بالنيابة هي لكملة فاقمة الأزمة الاقتصادية في البلاد والسياسية والاجتماعية وحتى منها الصحية والزروي حتل قاعدته من وزارة والله بالمنجدة دخلت في حيث وقالوا توا رهيت والد المدى برشا وما فيماش حل وهذا اللي هو قاعد يهلك في البلاد أكثر وأكثر توا هشيم المشيشي مطالب أنه يلقى وسيلة للصلح مع رئيس الجمهورية ويمروا إلى عمل لمتاحهم أو أنه يستقيل لأنه حدوث الأزمة التحوير الوزاري منذ أكثر من شهرين اللي قرر فيها هشيم المشيشي موصلت العمل داخل حكومته عن طريق وزارة بالنيابة هذه التجربة باتت في حاجة اليوم للتقييم خاصة بعد أن طالت مدة العمل بها طويلا وأصبحت فاشلة ومضرة إلى تونس وتضم حكومة هشيم المشيشي اليوم عدة وزارات يقعوا تسييرها منذ أشهر بالنيابة وهذاك اللي فيقم الوضع الاقتصادي والمزري في تونس إن شاء الله من من جدنا القوحة لرنا تعبنا على الأخر ما تنسوا شلاعيك واشتراك وتفعيل الجرس ونقول لكم باي باي اشتركوا في القناة